تعالوا إلى رحلة الخلود وصلنا في رحلة الخلود إلى خلق الإنسان وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قلنا أن الله خلق الملائكة من نور وهم مفطورون على العبادة والطاعة منهم قائم إلى يوم القيامة راكع إلى يوم القيامة يفعلون ما يؤمرون قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة أنا أخلق سأخلق في الأرض بشر قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قالوا له يا رب أنت هتخلق فيها من يفسد فيها الأرض جميلة الأرض مباركة قلنا في آية سورة فصلة مباركة فيها الأرض ديك مباركة هتخلق فيها اللي يفسد فيها ويسفك الدماء العلماء والمفسرين يتكلموا كتير عن قضية يفسد فيها ويسفك الدماء الملائكة كانت تعرف منين أنه هيفسد ويسفك وقال المفسرون ذهب المفسرون كل مذهب قالوا أنه كان فيها قبل كده الجن أفسده كان فيها مخلوقات قبل كده وطلع حد قال كان فيه أوادم قبل آدم إحنا اتفقنا أنه لربنا ما قال اللي نعش عليه ما نعرفوش قد يكون هذا ظن مجرد ظن من الملائكة كانوا بقولوا يا رب إذا أردت التسبيح والتقديس فنحن نسبح بحمدك ونقدسه لك وعشان كده كتير بنصح إخوتي وأبنائي أني عايزين ننافس الملائكة في التسبيح والتقديس أني احنا نقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح مش أنتوا بس يا ملائكة الرحمن مش أنتوا بس اللي بتسبحه وتقدسه إحنا بنسبح ونقدسنا كمان سبوح قدوس رب الملائكة والروح قول 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 سبوح قدوس رب الملائكة والروح الشاهد قاله ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال الله إني أعلم ما لا تعلمون عايزين الآية دي توقف كل إنسان عند حده لأن الخطر أن تتألى على الله ده الخطر إنك تعتقد إنك تقدر تعلم ما لا يخبرك الله به إنك أنت تقدر تفسر بواطن البشر وأفكارهم ونيتهم ومراداتهم خلي بالك الحديث اللي مش بيخوفني بيرعبني وأكاد أموت منه حديث أنه كان أخوان متواخيان أحدهما مجتهد والآخر مفرط مقصر فكان المجتهد يقول المقصر أقصر اتق الله وأقصر فكان يقول له دهني وربي ففي يوم رأى المجتهد المقصر على معصية فقال له اتق الله وأقصر قال هل أرسلت علي رقيبا أم بعثت علي حسيبا دعني وربي قال والله لا يغفر الله لك قال الله من ذا الذي يتألى علي غفرت له وأحبط عاملك انت بتؤمر ربنا انه ما يغفر له انت علمت علم الغيب ان ربنا مش هيغفر له ده سدنا النبي اللي هو وسدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جرح في غزوة أحد ومسح الدم عن وجهه وقال لا يفلح قوم فعلوا بنبيهم هكذا قال الله له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون هم ظالم بس يفلح ولا ما يفلحوش انت مالكش دعو ليس لك من الأمر شيء شفت ازاي ان ربنا عزة جلال الله جذبات العزة عزة الله سبحانه وتعالى ان ربنا عزته وجبروته وعظمته لا يشاركه فيها أحد فلذلك انت ما تقولش ربنا يغفر لمن وما يغفرش لمن مهما كنت انت ولو النبي ما تقولش مين يدخل الجنة ومين يدخل النار انت ما تقولش ان ربنا يكرم مين ويعطي مين ويحرم مين ويمنع مين ذلك لما الملائكة قالوا اتجعلوا فيها ربنا قالهم اني اعلم ما لا تعلمون وسجدهم لهذا المخلوق اللي هما بيقولوا يفسدوا فيها ويسفقوا الدماء وقد كان من الانسان ذلك لكن ربنا خلق الانسان لحكمة هو وحده وسبحانه يعلمها فان الله يطلع بعض خلقه على مراده وقد لا يطلع احدا على الحكمة من فعله قد نعلم الحكمة وقد لا نعلمها ولكننا نؤمن ان الله حكيم في كل افعاله وفي كل قضائه وقدره وفي كل مراداته سبحانه وتعالى فلذلك لازم نفهم دي ونقدرها ونؤمن بيها ربنا سبحانه وتعالى لما قدر ان يخلق الانسان برضو ينبغي هنا ان نؤمن في فايدة مهمة وهي ان الملائكة رغم قربهم من الله وعبادتهم له وتكريمه لهم لا يزيدون على كونهم عبيدا لله قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا سبحان الله بمعنى ايه مش معنى انهم ملائكة وانهم مقربين وانهم طائعين انهم يعرفوا كل حاجة لا ولا معنى انهم يقدروا ينفعوا يضروا ابدا ابدا هم عبيد لله لا يشتركون معهم في علمه لا يعرفون حكمة الله الخافية على المخلوقين لا يعلمون غيب الله المستور الذي لا يعلمه إلا هو لا يعلمون تدبير الله سبحانه وتعالى قد خفيت عليهم الحكمة العليا في بناء هذه الأرض وعمارتها وخلق الإنسان قال الله اني أعلم ما لا تعلمون فأدركت الملائكة حينئذ ان الله عز وجل سيجعل في الأرض خليفة اخبرهم الله انه سيخلق بشرا من طين فاذا سواه ونفخ فيه من روحه فيجب على الملائكة ان تسجد له وهنا نؤمن ان الانسان مخلوق من طين كيف خلق الله سبحانه وتعالى الانسان قال الله ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم بنوا آدم وآدم وآدم من تراب الحديث الجميل اللي بيبين ويوضح أصل الخلقة حديث صحيف سنن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع ربنا جل جلاله قبضة قبضة وخلق منها القبضة دي من الأرض كلها والأرض فيها وفيها وفيها تعالوا نقب مع الحديث دا الوقفة المرة الجاية أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله